الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة سنتمنى لحبابي يلقاهم هذا الفيديو في أحسن الأحوال عواش لكم بروكا تنتمنى لكم حد سعيد في كل الأمور الناس اللي عندهم الأمور ديالهم سكرة يارب يفتح عليهم في هذا الشهر وفي هذا الوقت وفي هذا الحجة إن شاء الله غاد يربي يسخر لكم جنود الأرض والسماء يكونوا لكم عون ومعين يا رب يا كريم بحق محمد وآل محمد إذن هذه دعوة من القلب لمتابعين شفية المغربية ولزوار شفية المغربية إذن قبل ما نبدأ ونصليوا كاملين على سيد الخلق في التعليقات ونخليوا بصمة ديالنا باش أننا ربي سبحانه وتعالى يعيننا على هذا الفيديو ويشوفوه أكبر عدد اليوم معنى تشليلا ديال إن شاء الله ليلة وقوف عرفة أنتم عارفين الناس يوم عرفة يكونوا صايمين عارفين بأن يوم عرفة كبير عند الله سبحانه وتعالى يستجيب كل دعاء ويغفر لكل مسلم إذن هذه الليلة وليلة وقوف عرفة سنجعلها تشليلا هذه تشليلا من أخطر تشليلات ولكن تخرجوا عند عطار لا تقولوا لها عقز لا تقولوا لها بأنكم ما قدرتوش تديرها إما يوم عرفة وإما تديرها ليلة العيد ويوم العيد إذن عندكم جوش اختيارات ولكن هذه تشليلا طيلة العام صالحة ولكن يوم عرفة سيتحيد لك النحس ويبقى عندك القبول من العام إلى العام أو الناس اللي عندهم توقيف الحال وعندهم النحس بكل الأمور لعمل لزواج لتحاجة ما صدق لهم ودائما محتارين في الزر ديالهم وفي الميمون ديالهم وفي الرزق ديالهم فعلاً غديندروا الأسباب والأسباب بيد الله الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لأن الله هو اللي غد يعطيك هو اللي غيمدلك ولكن الله سبحانه وتعالى قال لك دير بالأسباب ديري بالأسباب خودي بالأسباب لأنك لو بقيت حاطة يددك على خدك تقولي أنا ما قدرت ما درت ما غديش توصل لتحاجة إذن تقدري تدري سبب واحد من الأسباب وربي عينك على السبب ديالك إذن خودوا بالأسباب إذن الموضوع ديالنا اليوم هو خود بالأسباب إن شاء الله السبب غايكون يعطيك قبول يعطيك نصرة يعطيك هيبة يعطيك قبول تكوني إن شاء الله كالقمر تكوني إن شاء الله تكوني عندك الهيبة والقبول ويكون عندك إن شاء الله إشراق في حياتك إذن بغيتوا تكونوا إيجابيين بغيتوا تكونوا إن شاء الله بحول الله تدريها تشليلة على نية طرد النحس وجلب القبول وجلب عمل وجلب الزواج وجلب الراحة النفسية هذه تدريها الناس المعصبين الناس اللي عندهم قارين تعبهم في الجسد ديالهم أو عندهم تشليلة رائعة للجسد تتعطيك طاقة نورانية تتعطيك طاقة ديال الهيبة والقبول إذن الوصفة ديالنا أخذوا ورقة وقلم وغالي تجي وإن شاء الله تكتبوا وقفوا الفيديو وكتبوا إن شاء الله هذه المكونات ترك كلهم بعشر دراهم فقط إذن تنجيب لكم ديما العشوب اللي في متناول الجميع ولكن هذه وصفة قديمة وصفة إن شاء الله غالي تديرها وغالي تتفكروني لأنها وصفة قديمة ديال موروثة من الأجداد كانوا تديرها البنيات اللي باغين الله سبحانه وتعالى يسخر لهم يسخر لهم زواج يسخر لهم عمال يسخر لهم صفر يسخر لهم أي حاجة حتى البيت ترشوها بهذا بهذا المكونات حتى الأم إذا كانت عندها عياء شديد أنهم تديروها وتعموا بها كاملين ولاد صغار وكبر تتشلوا بها لأنها رائعة وأكثر من رائعة أما الناس اللي عندهم طاقة النحس غادي قرأوا عليها والناس اللي باغين ما يقرأوا ش عليها غادي يرقدوها وغادي يصفوها صباح يوم عرفة وغادي تشلوا بها أما الناس اللي عندهم عوارد موقفى لهم حالهم وعندهم عندهم توابع وعندهم الملوك أو عندهم توقفوا لهم حالهم غادي تديروها تشليلا ولكن غادي تقرأوا عليها هذه القراءة اللي غادي نعقيكم قراءة اللي غادي تحيد لكم النحس وغادي تطرد لكم التوابع أما الناس اللي ما قارنش وبغاديش يقرؤوا عليها غادي يرقدوا كل شيء ويبيتوها في سطح البيت تاخد طاقة النجوم وغادي الصباح قبل ما تطلع لها الضو أو الشمش غادي تدخلها وغادي تصفها ودخل الدوش تعمي بها عادي أما البقايا غادي تنشفيهم غادي تنشفيهم تدرهم صريرة إما تحطهم في مكان عالي في البيت في المطبخ أو في مدخل البيت انت حرة إن شاء الله إذن العشوب هما الورد هانتم الورد الورد عدنا البابونج عدنا الخزامة عدنا الحناء عدنا أوراق الصدر عدنا العرعار العرعار ها هو عدنا أوراق الصدر عدنا الحناء الحناء هيا عدنا الخزامة الزرقاء عدنا البابونج عدنا الورد يكون لونه جديد حال هذا وعدنا قطعة مسك وعدنا العرهار اللي تبطل السحر ديالتوقيف الحال إذن المكونات كلهم خضرين والألوان طبيعية من عنصدربي تتعطيك وحطاقة نفسية فعلا العشوب الطيبة أو الوريدات ديال الورد لخزامة الزرقاء الحناء إذن وقطعة مسك مع ماء الورد مع ماء الزهر أو ماء الورد انتم في الاختيار إذن غادي إن شاء الله تاخدوا هاد هاد المكونات مع الماء الكافي مع الماء الكافي وغادي إن شاء الله نحاول أنني نوضع هاد هاد المكونات هنا يا هانتما غادي ناخدوا غادي ناخدوا قطرات ديال الماء الزهر هانتما ماء الزهر هادو خودوا هاد ماء الزهر اللي في المغرب غادي إن شاء الله هرارا عزوان إذن غادي ناخدوا سوف نقرأ لهم بحول الله وقواتي سوف نقرأ لهم صورة الواقعة صورة الواقعة كاملة بالضبط كاملة سوف تقرب الوعاء إلى الفم سوف نقرأ لهم صورة الواقعة سوف نقرأ لهم صورة الواقعة سوف تقرأ لهم 11 مرات وقواته سوف يقرأ هذه الصورة سورة الكوثر سوف يقرأ لهم عدى سوف أقرأ لهم صورة الواقعة يقرأ إسم الودود يا ودود يا ودود يا ودود ودنا مع جميع الناس أو ودني مع فلان ود فلانة أو ودني مع مديري أو ودني مع أسرتي أو ودني مع أبني إذن أحبابي غادي ناخدوا هاد المكونات غادي نحطوهم في الماء المكونات غرقناهم أه كتبتوهم إن شاء الله غادي جيبوهم من عند العطار خدوا غير درهم درهم الحاجة وحاولوا أنكم إن شاء الله هاد الوصفة غديروها ليلة وقوف عرفة وغادي إن شاء الله تقرأوا عليها صورة الواقعة كاملة صورة الواقعة غادي تقرأوا صورة الكوتر 11 مرة كيلي اللي تقرأها 70 مرة انتم في الاختيار على حسب التأثير ديالك على حسب المشاكل ديالك على حسب الأمور ديالك إذن غادي تقرأها إن شاء الله 70 مرة أو 11 مرة أو 21 مرة صورة الكوتر غدي أن شاء الله بحول الله وقوته غدي لطهم مصخر لي كذا وكذا اللهم ارزقني القبول اللهم ارزق عني النحس بي صورة الواقعة وما فيها من أسرار اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره اللهم بحق صورة الواقعة وصورة الكوتر أن تفتح لي جميع الأبواب المغلقة يفاتح يفتح افتح لي جميع الأبواب المغلقة يا فاتح يا فتاح افتح لي جميع الأبواب المغلقة سبع مرات غالي تقولي سبع مرات غالي تقولي يا فاتح يا فتاح افتح لي خير باب يا فاتح يا فتاح افتح لي كده وكده زواج عمل أي حاجة قبول طرد عني النحس أي حاجة غالي تقولي يا فاتح يا فتاح إذن غالي إن شاء الله بحول الله وقوته وانفت وانقرى وانفت غالي نبيتها في سطح البيت غالي هاد المكونات غالي إن شاء الله بحول الله وقوته سوف نطلع على سطح البيت تأخذ طاقة المكان أو طاقة النجوم أو طاقة السماء الناس اللي ما عندهم سطح البيت سوف تحطيها غير في باركونا أو في الشرفة إن شاء الله سوف تخليها ليلة كاملة مع طلوع الشمش سوف تدخلها سوف تصفيها في واحد السطل سوف تضيف ليه ماء ساخن وتصفيه فيه هذا الماء هذه البقايا العرعر والحنة والورد وكل شيء غادي تنشفيه في الضل غادي إن شاء الله بحول الله تنشفيه في الضل على النية أنك غادي تديريه إما تزي معك شيء قليل منه من بعد غادي تحطي واحد كميميسة بيضة وغادي توضعيها ما بين الملابس ديالك ولكن حتى نشف ثلاثة أيام إن شاء الله ويزيه ويزي معك شوية ديري ليه منديل أبيض والشيء لأخر وضعيه ما بين الملابس ديالك المرأة اللي غادي يكون عندها نحس في الدار أو عندها مشاكل في الدار أو ما عنداش قبول مع الأبناء ديالها غادي تصفي وترش البيت بالكامل وتغسل مدخل الباب بهذا المكون بعد ما تصفي هذه المكونات وهذه المكونات غادي تديريهم زيف أخضر أم أبيض وغادي تحطيهم في مكان عالي في البيت غادي تكون عندك قبول ورزق وطاقة إيجابية إذا الناس اللي بغين الطاقة الإيجابية يأخذوا هذا الماء بعد غايدخلوا الغرفة ديالهم ويدخلوا واحد لوعاء كبير وتخوي عليك هذا الماء من فوق رأسك إلى تحت الناس اللي عندهم مشاكل مع الحناء ما يدروهاش الشعر ديالهم يخويوا غير على الجسد ديالهم ويجمعوا هذا المكان ويلوحوه إذا كنتي قريبة من البحر لوحي كنتي قريبة من واد لوحي كنتي قريبة من تراب طيب زوين في نبات لوحي كنتي إحدى شجر ديال الزيتون أو شجر الليمون أو شجر أي شجر المهم يكون ريحته طيبة تلوحي الماء ديالك باش تكوني إن شاء الله ريحتك طيبة وتكوني مقبولة إن شاء الله إذا الناس اللي بغين هالطاقة يديروها يوم يغتسلوا بيوم عرفة ولكن يخدموها ليلة عرفة أو ليلة العيد غاليكون عندهم إن شاء الله طاقة إيجابية إن شاء الله بحول الله وقوتي خلونا لايك دعموا القناة فعلوا جرس أبنوا بحول الله وقوتي والله يعنكم والله يصخر لكم ويعطوكم سؤالكم في كل الأمور بحق محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة